أيها الأخوة المواطنون يفترض مع بدء برنامج ستوديو التاسعة برنامج كوم الجماهير اليوم في الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم يفترض مجلس النواب يعقد جلسته الاستثنائية للساعة التاسعة كان يفترض أن تعقد الجلسة في النهار لكن كما يبدو هناك ظروف تتعلق بوجود النواب واختلاف وجهات النظر واستكمال العدد ليكون النصاب جاهزة لعقد هذه الجلسة فتم تأجيله للساعة التاسعة من مساء هذا اليوم بدت الجلسة لو ما بدت متفضلين يتابع الموضوع يقول لي بدوا الجماعة لو ما بدوا للعلم يعني أكو لبصار بالمعلومات اللي تم تداولها في الـ 24 ساعة الماضية بعد أن أعلن بوجود 50 نائب تقدموا بطلب عقد جلسة استثنائية فهناك من كان يتوقع أنه هي جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بدلاً على الأخ محمد الحلبوسي لكن نجدد التوضيح أنه المعلومة يجب أن تكون دقيقة أمام شعبنا وهذا من واجب كل وسائل الإعلام اللي يسمون نفسهم محللين سياسيين أو مختصين يجب أن يكونوا دقيقين يا جماعة الجلسة مخصصة للنظر في موضوع قانون مفوضية انتخابات وتمديد عمرها لأنه إحنا يفترض مقبلين على انتخابات محلية في الثامن عشر تقريباً من شهر كانوا الأول إذا ما تم تقديم أو تأخير الموعد فيحتاج الأمر إلى جلسة استثنائية لمناقشة المفوضية وإنقاذ العملية الانتخابية مثل ما يقولون أهل السياسي أما انتخاب رئيس جديد فالأمر حتى ساعة مكانك در يعني ماكو أي تقدم أو تأخير ماكو مستجد لأنه أصلاً القانون أو عفواً القرار من المحكمة الاتحادية لم يصل إلى مجلس النواب العراقي هذا رقم واحد رقم اثنين لم يعلن مجلس النواب العراقي أن القانون الماشي علي المحكمة الاتحادية كتشريع وقراراتها هل هي لها السلطة الولائية على مجلس النواب فيما يخص أعضاء الولاء قد يجينا واحد من النواب باللجنة القانونية يقول يا جماعة احنا يجب أن نرجع للنواب ونقول أنه سلطة مجلس النواب والتشريع الخاص بمجلس النواب هو إلى سلطة المستقلة وبالتالي تعالوا احنا نقعد في مجلس النواب ونسوي تصويت ريدون محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب لو لا وبعدها يمكن إذا لم يتم الاتفاق على الحلبوسي قد يكون هناك ترشيح جديد هذا رأي قانوني رأي قانوني آخر يقول لا الأمر والقرار ولائي على السلطة التشريعية وعلى كل السلطات وبالتالي ينفذ من مجلس النواب ويختار رئيس جديد لكن أرجع أقول كل هذه الموضوعات مؤجلة حاليا حتى يصل منطوق القرار رسميا إلى مجلس النواب وهذا ما أعلنه الأخ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ محسن المندلاوي أعلن قبل أكثر من 24 ساعة للنواب قال لهم احنا القرار كمنطوق وما وصلنا فمن يوصلنا عد نفكر بهذا الأمر وندرسه ونقرر وللتذكير لأنه لربما الكثير من أبناء شعبنا يدورون ونحن راح يصير ونحن نوضح لكم الحقائق كما هي خلنوا أسماء الأستاذ محسن المندلاوي لأنه هو الآن يرئيس المجلس إشقال قرار سيد الناب قرار المحكمة الاتحادية لم يصل إلى مجلس النواب بشكل رسمي لحد الآن واستنادا استنادا إلى المادر 35 من النظام الداخلي والتي تنص أولا يمارس النائب الأول المهام الآتية القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام لذلك الكتاب مواسر رسمي المجلس فاليوم تكون جلسة استثنائية فقط واضح سيد الناب حتى الساعة أرجع أقول لا يوجد خبر عندنا أنه الجلسة بدت كما يفترض شيء صير ذا تأجلت الجلسة كل ما تتأجل الجلسة يعني ربما يتفقون يقول لك سويا ساعة 10 أو ساعة 12 أو ساعة 12 أو نأجلها إلى يوم آخر لكن هم ملزمين ألزموا نفسهم بعطلة شريعية فلا هم اتفقوا مبدئيا أول شي مددون من عمرهم ولا تفقوا أنه يعقدون الجلسة لمناقشة قانون المفوضية العليا المستقلة الانتخابات هذا يعني أنه الانتخابات المحلية قد يعني تكون أمر واقع وقد تؤجل كنا ننتظر وش راح يصير بهذا الخصوص ايه لكن أنا بالمقابل والله أتمنى مجلس النواب يعني لو يفكر بقضايا أهم يعني نحتاج قضايا أهم وعلى رأسها دفع المظالم عن أبناء شعبنا ما يخص سلم الرواتب وما يخص العفو العام هاي كلها قوانين ينتظرها المواطن يعني انتخابات يعني أمر واقع لكن ضمن أولويات المواطنين قد لا تبدو الآن بهذه المرحلة رقم واحد أكو أكو ما يسبقها ولكن كلها مطلوبة ترجمة نانسي قنقر